السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام تمنى تكونوا بخير والأخير وأحوال طيبة قبل البداية نتمنى أنكم تعاونوا للقناة بالاشتراك والتفاعل للفيديو وشكرا لكم أعلان ترقس كيتي ومدرب المنتخب المغرب لأقل من 23 سنة عن قائمة النخبة الوطنية للمشاركة في مباراة أوكرانيا وويرز الوديتين وفيما يليل إحدى المنتخب الوطني الأولمبي في حراسة المرمى على أبو العروش رشيد غنيمي وليد حسبي بخط دفاع أمين الطيبي أيمان الوافي مهدي بوكامير محمد جواب عمل هلالي زكري الوحيدي أشرف العزيزي أيوب عمراوي آدم أزنو وسط الميدان بن جميل بوشواري أيمان الموفق وساما تيرغالين محمد نصوح يونس طهاء ياسين كشطاء مهدي مبارك في الهجوم عبد السامد الزلزولي سالم الجباري برايم صالح صهيب الدرويج يانيس بكراوي أميل وزاني توفيق بن طيب حمزة إيقامان يشار إلى أن المنتخدم المغربي سيواجه ناظراو الإكراني يوم الجمعة 22 مارس على أن يلاقي ويلز يوم 23 سوى عشرين من نفس الشهر استعداد المشاركة في الألعاب الأولمبيا باريس الفرناني ونبقى في جديد آخر أخبار محترية في المغاربة فقد غابت دولي المغربي يوسفنصيري مهاجم إشبيليا الإسباني يوم الخامس عن تدريب الفريق ديالو بداية الإصابة وكشف فريق إشبيليا عبر موقعه رسمي على الأنترنت أن الدول المغربي غاب عن تدريب بسبب مشكلة في الكاحل وأعلن الفريق الأندلس المهاجم المغربي شارك في مبارت ألميريا الأخيرة وهو يعاني من مشاكل في كاحل القدم حيث خاضر لقاء وهو يعاني من الآلم ويوجد يوسفنصيري من لائحة أسود الأطلس والتي أعلنها وليد الرجراجي الأربعاء للدخول في معزكر إعدادي هذا الشهر حيث ستتخلى له مواجهتان وديتان أمام أنجولا وموري نفى إبراهيم ديال الشائعة ليروج لها الإعلام الإسباني كونه ظل يمارس الضغط على الاتحاد الإسباني للكونة القدم لمحي الفرصة للحمل قاميس لاروخا مؤكدا أنه لم يفعل ذلك أبدا وأن قرار اللاعب المغرب جاء من القلب وقال نجم رير مدري في التصريحات لبرنامج إلى ريجور الإسباني لم أقوم بأي ضغط ولن أفعل ذلك أبدا أنا أتحدث في الملعب إذا كان ديلا فوينتي يشير إلي بتصريحات ديالو فأنا لم أشعر بأنه يخاطبني لا أضغط أو أطلو شيئا من أي شخص وأكد دياز أنه ليست لديه مشكلة مع مدرب منتخب الإسباني أنا لست من هذا النوع من الأشخاص أريد أن أشكره على كل ما عيشناه معا لقد اتخذت قراري وهذا كل شيء أنا ممتن جدا للمدرب لقد كان جزءا من تطوري سجد الإشارة إلى أن أبراهيم دياز غير الجنسية للرياضية من الإسبانية إلى المغربية كما وجهت له الدعوة من الناخب الوطني ويدير جراقي ليكون حاضرا رفقة للمنتخب الوطني المغربي في المباراة الوديتي القادمتين ضد أنجولا ومريطانيا وخرج النجم إبراهيم دياز عن صبته وأكد أن اختيره اللاعب مع المنتخب المغربي بدلا من الإسباني كان قرارا نابعا من القلب مضيفا أنه لم يكن ينتظر تلقي الدعوة من مدرب لاروخا لويزي لفوينتي من أجل الحسن في اختياره وقال لعب ريال مادري في تصريحات لبرنامج إلى رغيرو أنا دائما أتخذ القرارات بقلبي وهذا هو الحال أيضا هذه المرة أنا فتاة لديه أحلام بسيطة المشروع الذي يملك المغرب يبدو جيدا جدا بالنسبة لي مضيفا أن القرار ديالو لارج عزفيه ولن يغير رأيه لقد تم اتخاذ القرار الآن لم يعد الأمر يستحق التفكير مما كان سيحدث لو تلقيت الدعوة من إسبانيا لم أكن أرغب في تغيير أي شيء لم أكن أفكر فيما إذا كان لديه لفوينتي سيت تصل بي لاتخاذ هذا القرار أم لا وأوضح دياز أنه مغربي بنسبة 100% وقال هذا الإطار أن إسباني 100% ومغربي 100% نعم لقد نشأت في إسبانيا ولكن جذوري موجودة في المغرب إذا كان علي أن أسجل هدفا في مرمى إسبانيا فسأكون سعيدا بالطبع لكنني أفضل أيضا أن أسجل الأهداف في مرمى منتخب آخر الحب الذي منحتني إياه إسبانيا والمغرب عظيم للغاية فهم دولتان رائعتان لديه جذور مغربية لكنني نشأت في إسبانيا وهل سأحتفل إذا سجلت مرمى إسبانيا لا أعرف الجاوب حاليا ولكن يمكن أن أخبرك أنني مقتنع بقراري بنسبة 100% فجذور الإشارة لأن إبراهيم دياز غير جنساته والرياضية من إسبانيا البغربية كما وجهت له الدعوة من الناخب الوطني ودرقراجي ليكون حاضرا لنفقة المنتخب المغربي في المباراة الودياتين القادمتين ضد أنجولا ومريطانيا وقد أشرت باعتقاد صحفية يوم الخامس إلى أن ريال مادريد لن يسمح للاعبه بالمشاركة مع منتخبات بلدانهم في أولمبياد باريس الفين وعشرين مقبلة وفقا لما أرادته صحيفة ليكيب الفرنسية فإن النادي الملكي بعت رسالة إلى الاتحاد الفرنسي لكوات القادم واتحادات وطنية أخرى يؤكد من خلالها رفضه التام مشاركة لاعبه في الأولمبياد وأوضح المصدر أن ريال مادريد لم يقوم بتسريح أي لاعب من الفريق مما يعني غياب الوافد الجديد على صفو المتخب الغريبي برائم دياز أهل الأولمبياد نفس الأمر يتعلق بكيليان بابي الذي لن يكون حاضرا في تشكيلات الديو في حال انتقاله إلى صفوف ريال مادريد الصيف المقبل وأكدت شبكة اير ايم سي الفرنسية قد أكدت نقلا عن شبكة ريليفو الإسبانية بأن جامعة الملكية المغربية لكوات القادم ترغب في اختيار أشرف حكيمي وابراهيم دياز للمشاركة في دورة الألعاب الانبيا باريس الفين وعشرين وشلسا إلى أن الاتفاق تم بين الجهاز المذكور ولعب ريال مادريد وقد أجرى النجر المغربي برايم دياز حوارا مع برنامج اللارغيرو الإسباني وفيه تطرق العديد من المواضيع أبرز واختيار اللاعب مع المنتخب المغربي بدلا من إسباني وأيضا تواجده في ريال مادريد الآن أنت في أفضل حالتك ما هو تعليقك أقول دائما أنني أحب التحدث في المعاب فأنا لست من الأشخاص الذين يتحدثون في الخارج إذا أعضيتني خمسة دقائق أو عشر أو عشرين أو أي أن كان فسوف أستفيد من قدر الإمكان أنا في أفضل حالتي وألعب في ريال مادريد إنه أفضل نادي في العالم وهو حلم بالنسبة لي ولأي شخص إنه المكان الذي أردت دائما أن نجح فيه هل يمكنك أن تتخيل نفسك تلعب لسنة وتعديد في ريال مادريد والهناك مفوضات لتجديد عقدي لا لا توجد مفوضات وأنا أستمتع بتواجد في ريال مادريد ومن الواضح أنني أريد أن أبقى هنا لسنة وتعديد مادريد هو المكان الذي أريد أن أنجح فيه أنا ممتل جدا لجماهير على الطريقة التي يرحبوا بها وأحاول أن أرد ذلك لهم على أرض الملعب ريال مادريد فيه تنفسية كبيرة زيد على ذلك اقتراب مطابي من القدوم في الوقت الحالي لم أتحدث عن اللاعبين الذين هم في فارق آخر علينا أن نحتلم من يلعبون في ريال مادريد هم الأفضل اللاعبون الموجودين هنا جيدون جدا إنهم يصنعون الفارق وهذا يقود ريال مادريد إلى أن يكون من أفضل في العالم هذا الفارق دائما في مستوى عالي بغض النظر عن من يلعب وكيف هي توقعات في المغرب في المغرب هناك العديد من مشاجعي ريال مادريد لا يحب رؤية مادريد بالتأكيد سوف أتعلم اللغة العربية كنت أعرف بعض الكلمات عندما كنت صغيرا ولكني ذهبت إلى أنجر الترافيس مبكرة جدا أنا متازم بالنسبة 100% لتعلم هذه اللغة هل ستشاهد قائمة لويس ديلا فونتي مدرب منتخب إسبانيا غدا غدا لدي حصة دريبية وهذا هو الشيء المهم غدا يجب أن أظهر أنني جايز اليوم السبت وهذا هو أحول القيام به كل يوم وقال ما هو الخصم الذي تريده مواجهته في ربع نهائي دور أبطال أوروبا أي إن كان الخصم فكلهم سيستحقون ذلك جميع الفرق رائعة ولهذا السبب يتواجدون في هذا الضور ستظل ليالي البرنابي السحرية دائما ساحرة تحدث لويس ديلا فونتي مدرب منتخب إسبانيا من جديد بشأن قرار إبراهيم دياز لاعب ريال مادريد بتمثيل منتخب المغربي وقال ديلا فونتي في المؤتمر الصحفي والذي عقده يوم الجمعة للإعلان عن القائمة المستدعات لمواجهتي كولومبيا والبرازيل الوديتين من شهر نوانبير إلى غاية مارس لم أتمكن من الاتصال به دياز لأنه لم تكن هناك مكالمات وفي واحد مارس قدمت قائمة أولية كان دياز متوجدا فيها وفي التعامر تلقينا وثيقة تبين أنه تخلى فيها عن اللاعب لإسبانيا وعلى قد لفوينتي عن سابعة امتصاله بإبراهيم أتيفيا أنا أتحدث فقط مع اللاعب المصابين إبراهيم في هذه اللحظة كان لعب كوات قدم تماما مثل أي لعب إسباني آخر يمكن أن يأتي وأتمنى له كل توفيق وأنا ممتن جدا له ولكن عندما يريد اللاعب هناك أمر مقبول بشكل طبيعي ولدي الكثير من المودة اتجاهه ولقد أظهر سولاء ذلك هذا ونفى مدرب منتخب لاروخا أن يكون دياز قد طالب أي شيء من اتحاد إسباني لحمل القميس حيث قال في الاتحاد هناك مقولة تقول لا يمكن للعب كوات قدم جيد أن يطلب أي شيء وفي الواقع ليس لديه ما يطلبه لأنه يريد اللاعب للمغرب وأظن أن إبراهيم موافق على أرض آخر وأظن أنه رائع وعرفت لائحة المنتخب المغربي التي ستواجه منتخب أنجولا وميطانيا والديان تواجد إبراهيم دياز لأول مرة بعدما نجحت الجامعة الملكية المغربية لكوات القدم في إقناعه بالدفاع عن ألوان أسود الأطلس ويوجد منتخب المغربي نادير أو الأنغولي يوم الجمعة 22 مارس على أرضية الملعب الكبير لأقادير بينما سيلاقي موريطانيا في تولتا 26 من دات الشهر في نفس الملعب كشفت تقريب الصحفية أن أشرف حكيمي لعب باستنجرمال الفرنسي وإبراهيم دياز لعب ريال مدريد الإسباني مرشحان للمشاركة رفقة المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وأكدت شبكة RMC الفرنسية النقل عن شبكة ريليفو الإسبانية أن الجامعة الملكية المغربية لكوات القادم ترغبوا في اختيار أشرف حكيمي وإبراهيم دياز للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 المقبلة وأدف المصدر الاتفاق تم بين الجامعة إبراهيم دياز على المشاركة في أولمبياد باريس وحمل القميص رقم 10 في المنتخب المغربي وشاهدت لعيحة المنتخب المغربي لمواجهة منتخب أنجولا ومريطانيا ويودية حضور إبراهيم دياز لأول مرة بعدما نجحت الجامعة الملكية المغربية لكوات القادم في إقناعه بحمل القميص دي الأسود وغاد يواجه المنتخب المغربي نادره الأنجولي يوم الجمعة 22 مارس على أرضية المعاب الكابير لأقادير بينما سيلاقي موريطانيا 36 من نفس الشهر وجه مدرب ريال مادريد الإسباني لإيطالي كارلو أنشلوتي رسالة للنخب الوطني مدرق دياجي أيام قليلة بعد إعلانه عن قائمة وديتي أنجولا وموريطانيا المقارنتين ما بين 22 و 26 مارس الجاري ونوها أنشلوتي باختيار نجم الفريق الإسباني إبراهيم دياز اللاعب للمنتخب المغربي في الاستحقاقات القرية القادمة بعد تغيير الجنسية ديالو الرياضية من إسباني إلى لعب مغربي وزاد موضحا في الندوات الصحفية إبراهيم لعب مهم لنا ويمكن أن يكون مهما مع أي فريق أعتقد أنه اختار جيدا لأن المغرب فريق يقوم بعمل جيد وأضاف المدرب أكثر تزويجا في العالم قائلا أنا أعرف المدرب المنتخب المغربي جيدا وقد قدموا منذيالا رائعا وأعتقد أن إبراهيم سيضيف لهم الكثير سيغيب أشرف حكيم لعب باريسان جرمان عن ذهاب ربع نهائي دوري عبدالأوروبا وذلك بسبب تركوا الإنظارات في رصيده آخر ضمن المواجهة التي جمعت فريقه أمام ريال سوسيدات وحصلت الدول المغربية على البطاقة الصفراء في دقيقة واربعين من الشوط الأول ليخضع بذلك العقوبة الإيقاف تلقائيا عن المباراة القادمة ضمن مسابقة دوري الأبطال وأصفت قلعة ربع نهائي المسابقة الأوروبية عن استضام باريسان جرمان أمام خصمي بارشلونة حيث ستقام مباراة الذهاب ربع نهائي في 19 أبريل على أن تجري مواجهة الإياب ما بين 16-17 من ذات الشهر ويعتبر حكمي من الركائز الأساسية والتي يعتمد عليها المدرب الإسباني لويس إنريكي في تنشيط الهجومي خاصة حيث يشكل تنائيا منسجما مع الفرنسي عثمان دينبيري في الرواق الأيمن نبقى في جديد القرعة الدوري الأبطال أوروبا فقد استضام ريار ماندريد الإسباني حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب 14 لقب بمانشيطر سيتي الإنجليزي بطل الموسم الماضي في دور ربع نهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا وأصفت القرعة التي سحبت يوم الجمعة في نيون السويسرية عن مواجهة الساخنة من بينها استضام باريسان جرمان الفرنسي وبارشلونة الإسباني هذا هو سيلعب أرسونال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا مع باير ميونيخ الألماني على أن يلاقي أتلاتي كوماداك الإسباني خاصة بروسيا دورت الموند الألماني وتقام مباراة ربع نهائي في 19 و16 و17 أبريل في حين سيلعب نسف نهائي في 30 أبريل والأول من ماي و7 و8 ماي على أن يحتضن ملعب ويمبلي المباراة النهائية السبت 1 يونيوك أفادت صحيفة بيرد الألمانية عن لائحة اللاعبين مرشحين لمغادرة باير ميونيخ بعد نهاية الموسم الحالي ويتوجد ضمن القائمة المغادرين الدولي المغربي نوسير مزراوي والذي يغيب عن تدريب ومباراة الفريق بسبب الإصابة منذ أيام وأوضح المصدر أن إدارة النادي البافاري ستلجأ إلى بيع مجموعة من اللاعبين أو عدم تجديد الأسماء المتهية عقودها من أجل ضمان سيولة مالية كافية لانتداب عناصر جديدة ويتواجد ضمن اللاعحة إلى جانب مزراوي كل من جاسو كيميش، ألفونسو ديفيز، لوريغا صاني، وليونغ غورتيسكا، ودايوت، ويبو ميكانو، وسيارج قنابري أعلان الاتحاد دولي كورد خدم الفيفا أن قطر ستنضم النسخ الخمس المقابلة لنهائيات كأس العالمي أقل من 17 سنة وأكد الاتحاد الدولي للعباء أن قطر ستنضم نهائيات كأس العالمي أقل من 17 سنة ببدورات الخمس المقابلة سنوات 2025، 26، 2027، 2028، 2029 وكتب الاتحاد الدولي في بين رسمي نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي X تم التأكيد خلال اجتماع مجلس الفيفا على أن قطر ستصدف النسخ الخمس المقابلة من بطولة كأس العالمي تحت 17 سنة الموسعة التي تضم 140 فارق وبالمثل سيستضم المغرب بطولة كأس العالمي السيدات تحت 17 سنة والتي تم توسيعها لتشمل 27 فارق سنويا من 2025 إلى 2029 وأعلن الاتحاد دولي قد القدم أن المغرب سينضم النسخ المقابلة لنهائيات كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة وأكد الاتحاد دولي لدعباءنا المملكة المغربية ستستضيف نهائيات كأس العالم للسيدات للدوارات الخمس المقابلة 2026، 2027، 2028، 2029 وأشر الاتحاد دولي الفيفا لأنه اعتبارا من السنة المقابلة سيتم توسيع البطولة لتشمل 24 منتخب وسيكون تنظيم المغرب لمونديال سيدات لأقل من 17 سنة تجزيدا لتقتل فيفا في المملكة وتجزيدا للنجاح الذي تعرفه في تنظيم التظاهرات الكوروية الكبرى ويبقى في جديد آخر أخبار المحترفة في المغاربة فقد اقترب بادر بانون مدافع قطر القطاري من العودة إلى صفوف النادي الأهلي بداية من الموسم المقبل بناء على رغبة مارسيل كولرم المدير الفني للفارق وأكشفت صحيفة الوطن سبورت المصرية أن بانون على رأس القائمة للترشيهات في الوقت الحالي للعودة إلى الأهلي الموسم المقبل برغبة من كولر لتدعيم الخطر الدفاعي الذي يعاني من صعوبة خلال الفترة الحالية وأضاف المصدر أن عودة بانون المحتملة تأتي لرغبة محمد عبد المنعم في الاحتراف الخارجي بالإضافة إلى عدم قناعة المدرب كولر فنيا بمحمود متولي ورغبته في الرحيل بنهاية الموسم الجاري بشكل رسمي يشار إلى أن بادر بانون كان قد انتقال إلى قطر القطري قادم من الأهلي المصري في أمركات الصيف الماضي بقيمة مليار 700 مليون سنتيم وبعقد يمتد لثلاث سنوات